فقد قال ربنا جل جلاله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ذهب المفسرون أو جماعة من المفسرين إلى أن الضمير في قوله من مثله إما أن يعود إلى القرآن وإما أن يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن التحدي في شخصه من حيث إنه كان أميا وكيف أو أنا للأمي أن يأتي بمثل هذا الكلام وقد جاء ذكره في الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي محمد فأتوا بسورة من مثله أي اذهبوا إلى مثل عبدنا من حيث الأمية اذهبوا إلى رجل أو إلى شخص أمي واطلبوا منه أن يأتي بسورة كالتي جاء بها محمد هذا التحدي بأمية رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديم في اليتمي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وكيف يأتي الأمي بمثل هذا الكلام لم يكن عليه الصلاة والسلام يحسن القراءة أو الكتابة كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيح نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب نحن أمة أمية وهذا إعجاز فالأمية في غيره نقص وعيب أما الأمية فيه صلى الله عليه وسلم فهي آية عظيمة من آيات الحق سبحانه وتعالى وذلك لما ثبت من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي الفصاحة وأوتي بلاغة القول فكان المبلغ عن الله جل جلاله وهذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي بهذا الكلام من قبيل أنه صاغه أو من قبيل أنه ألفه أو رتبه أو جمعه بل كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أذراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفل تعقلون إذن أنا أرجح أن الضميني عدوا إلى النبي وسنوضح ذلك